موسيقى اكثر من موضوع اليوم خليكم بغانشي معنا هاوشتوى يستنى فيكم في حلقة اليوم من الويكند ركتا شوي على روسيت اللي اعطيتها لك المرة له اخوة اكاول يعني التوى تناجم تقول على روح اعمال مخرجة اه والله عليش لي عليش لي بالحق سينا شباب هو نتواجهه لشباب اللي يحبوا يصنع افليم او منشل سينا ودي السينما اما الكينوه مثلا عملها هاكا انا منير حمددا الراها بالحق دوليدي معناها بالحق لديدي معناها الامرأة المثخمة اللي عندها بارشة ريشة ذا هي شو يستنى فيكم في حلقة اليوم من الويكايند علاقة نت ات ساعة أنا جيت بحث شيف ماروين اليونسي مرحبا يا شيف مرحبا يا عفيف سفا 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 أنا شوفي برشة حاجات دون كيمال عادة معنا مقرونة وردة للسنك سغيال معنا في سمخت شيف معنا الكريب و معنا زيدة كيف كيف دوما متاع سمخت شيف لكل هم لتو بينك دونك شون مش طيبو اليوم أي اليوم سيدي بش نطيبو سباكيتي وردة سنك سغيال بش نعملوها بالكروفات وصوص بش تكونها كفية شوية طومات وكل شيء أما بش نعملو السوس بالقشور متاع والرأس متاع الكروفات مش قليهم مش قليهم مش قليهم هم مش عملو بين السوس دي ما أقول لكم وأنكم تخليوا والرأس والقشور على خاطر فيهم برشة ماتعم نفس الحكاية في الحوت جوست نحولوا هكا الناغين متاع نحيهم هكا خاطر اللي كنتين برشة دم ويحطوا الرأس يقصوا ويكسروها هكا ويحطوه تحت ميسة بالا يتنحمنو الدم حتى كي بش يعملو الشربة ولا حاجة في الدار دي ما حاولوا نحو الدم هو اللي يعملو المرارة في الحوت ساعة بش يقول قوية ولا حاجة دم متاع الحوت هو اللي يعمل المرارة بعد فالدوزيين بلا ما ببسكا حد اليوم وعنا الوقت دونك بش نعملو البلا ثاني اللي هو بش يكون بالكريب بش نعملو اتاجي بالكريب في مبينة كل اتاج في ملحة مفروم مخدوم وصوص وفرماج وكل شئ صحي تبريسك لازاني تصرحت شوي على روسيت اللي عتيتتين لك المرة لو اخويا كاول ما شفتك عكاية الكريب لي والله يفكرة حتى الناس اللي تابوا فينا راول بات متاع الكريب تاوش طوزي مرشيف اللي تري فاسي لتعملو وماتتراتيج سينوالور سور فما ببكو د رسيت ناجمو نعملو بيهم الكريب موشين الكريب بازيك اللي احنا مستسيطين ناجمو نعملو اه ام بلا vraiment كنسيطان يفترنا والاي عاشينا وهو الباز متاعو البات متاع الكريب و تكون بيها معنا تاكي نخدموها كل شي تاعتين عن رندو ياسر مزيين وما تبداش داخل بعض اكاو كا تخطف ما تخطفش كل شي كنت اعطيك الساحة دوك نرجعلك بعض شوية شيف مروين يونسي بشو في الغوسات كيتاب ده طيب أنا بش نستقبل ذيفتي الأولانية فنانة تونسية من الأصوات اللي ظهرت بعد الثورة وعملت نجاح كبير برشة في تونس وخارج تونس واسمها ارتبط ياسر زيدة بالثورة في تونس نحكي على الفنانة الشابة أميل مثلوثي اللي تجينا بجديد ألبوم كامل جديد بش نحكيه وعليه ونتعرفه عليه اليوم مع بعض بالحقنا فرحانة برشة اليوم وأني نستقبل فنانة تونسية نحبها ياسر سيفغي اسمها ارتبط بالثورة التونسية ولكن مقعدتشي غادي على خاطر تعادل التجارب وتنوع التجارب وحضورها في تونس وخاصة خارج تونس ديما متميز وديما تمثل تونس أحسن تمثيل فرحانة بأميل مثلوثي موجودة بناتنا مرحبا أميل عايشة كاسلي معه سفا الحمد لله نجم قولوا أنه أخيرا أميل تركز شوية أكثر على حضورها في تونس نجم قولوا حدر حتى احنا غعلمين نرى ونبدأون هكا لو جوا فيها وقته شى الناس مو بيك اللي انسي في تونس باش نستضيفوك باش نعرفو جديدك ونواكبوك شنو خدمتك توا عندي ألبوم جديد بش يخرج آخر شهر سبتمبر دونك جيت بالذمة أنا مشيت البريز بديت نعمل في البرومو قبل اليخرج لالبوم قلت المرة هذي بش نعمل نفس الحاجة في تونس دونك جيت بالذمة ومعنتها انفان بخميار دونك توا أنسي في تونس باش تعمل تورني متاع اللي ميديا دونك باش تقدم لالبوم جديد متاعك هذي هيت نسبكو شوية احنا ونحكيو على الالبوم وين مشيت شنو اللي اخترت شنو اللي اخترت شنو اللي امبخانت والا شنو التابع اللي يمتاز بلالبوم متاعك هذي الالبوم هذي كتبتو لحنتو بين نيويورك بين نيويورك فرنسا ايطاليا وخاصة في الكمباني متاع نيويورك دونك الالبوم هذي التيم اكبر تيم فيه هو الاناتور طبيعة الاناتور طبيعة اصوات الريح والبحر والغابة والنار وخدمت معنتها دو تيل فاسون اللي الطبيعة منها بخسوناج ومنها معتا كل مرة في كل اغنية عندها انغول ديفيرن داكار الاغاني اغلبهم بالانجليزية ولا كلهم بالانجليزية دونك اذا قرار جديد عندي مدن خامة منحب نعمل الالبوم بالانغلي انا عندي تاوا كالكو زاني نعيش في نيويورك دونك حسيتها كوليت حاجة مع انت ذيك اللي نحب نحققها دونك الالبوم بخاتيكو كله بالانجليز فيه غنيتين بالعربي ثلاثة غنيت بالعربي ماكش واحدك اللي مشيت الامريكيا قاعدين الليحظوا في السنوات الاخيرة فما بعض الفنانين الشوبين سختو اللي قاعدين يغامروا ويمشيوا يسنستال في الولايات المتحدة الامريكية كو سوا في نيويورك وقالا غيرها ويقول لك انا نحب ننطلق من غاديكا هذي اثنية جديدة مانش متعودين بها في تونس التوينسا مستنسين اما يمشوا مصر يمشوا لبنان ولا يمشوا لفرنسا دونك هذو ما اللي ديسيناسيون يمشوا لهم وينطلقوا منهم اللي حب تجربة عربية ولا تجربة عالمية كيفيش الامور تصير في امريكيا اسك منصور شو انو حاجة سيه لا سيعة ولكن كيفيش حكيلي كمانسا سباس انا مشيت البرز كيف ما باشا نيس من اللول ومبعد حاسيت روحي ارتيستيكم منيش ليقيا اللي نلاوش فيه انا جتي ترز انفلونسي مع تاب الموزيك بالغاك والفولك والموزيك بتاع الاني 60 و70 ومبعد التريبوب والالكترو كلهم حاجة كلهم بالانجليه حس عندي عرق كيه كونكسيون بعد هاي ساعات معتها الدنيا تجيب تبيعتها مشيت عملت كنسير في نيويورك جي رجلي وقلت الوقت للاكستيون سيبوزش كون شيخلت على الاخر انا قلت توا اذا كان ممشيش انا توا النيويورك عمي مش بنمشي ماني حسيت لي سيلموما حسيت وانا وقتها بدت نخدم في الابوم جديد وقتها خرجت الابوم كلمتي حرة وعملت بيدي تورني في العالم الكل حسيت نخمشنو الالبوم جديد و الالبوم اللي اسم انسان خرج جان 2010 بدت نحسلي ارتيستيكمان حاجتي بش نزيد نلاوش حاجتي بدوتر بارتوناير والقيت الحاجة اللي الباية في نيويورك اللي تنجم معناتها في في ظرف 24 ساعة تنجم تورنكوخ نيس معروفين على الاخر كيما تورنكوخ نيس من ثقافات مختلفة وتعمل معاهم صاحبة وتعمل معاهم دي كونيكسيون وتجيرب وكل دي كالحاجة يظهر اللي اكثر من اللي فما زده بكوت غيشيس في الحكاية هذي اللي اللي عايشين في الولايات المتحدة الامريكية من ثقافات ثقافات مختلفة من دول مختلفة دونك في نفس المكان بشتلقى كل شي اي تحس هكا معناتها شوية كيل بوركين وفي بلوزيوغ دومين وخاصة دومين الفن معناتها من جيها سعيب برشة بش انك معناتها توصل صوتك ومن جيها اخرى إنياباد ليميت معنات تحس تخوش عليه معناتها فما كان السماء تحس روحك هكا ساعات ساعات زادة تحس روحك صغير هكا دوك الالبوم هذي بشي ترح في تونس ولا بشي ترح في نيويورك ولا ترفيش دوك توا معتها كل شي هو على الانترنت دوك معاتش فما معاتش فما فارق بين البولدين دوك الالبوم شي خرج الانترنسيونال نهارة سبب عشرين سبتمبر دوك شي بدا سور توتل متاع ستريمينج خرجت من وانا دجا 3 سنجل كما قادي نشوف قادي نشوف دوك خرجت 3 اغنيات عملت 3 كليب واحد اخراج احمد عياد تونسي والد نيجيب عياد اسمه فوتستيبس ثم بعد خرجت اغنيت ريسكيور ودرنامون عندها جمعة خرجت اغنيت ويكروز اللي عملت لها انا الاخراج الكليب عملت لها اخراج هذه تجربة اولى هذه تجربة ثانية اما تجربة ازت شجاعة فيها اكبر يعني تونسي تقول على روح اعمال مخرجة اه والله بالحق لاحظت ان انا ديما هكا حاشمة شوية ماسي فغير واحد اذا كان نوصل يعمل انتاج واخراج جاية شد الكرياسيون في الاخر معني ميلا خلينا قبل ما نمشيو نسمعو نبداو بفوتستيبس نبداو بيها اما نحب نسمعك شوية في اللايف ايه نحب نسمعك شوية في اللايف والناس اللي بغانشين يتفرجوا فينا على قناة التاسعة نحبك تسماحهم حاجة بصوتك كون ناجم ندلل عليك بشن رجعك مشن رجعك الكلمتي حورة كلمتي حورة تقوي حبيت نااااا نعمل حاجة اخرى حبيت نعمل حاجة اخرى حبيت نعمل حاجة اخرى باعد بالك شيء باعد نغاني وكلمتي حورة ايه ايه خلني نوريو حاجة جديدة حتى الليس ايه والله الغنية هذيه هي كنت فوق علبوم كلمتي حورة اسمها ظالم قديمة هي اها بيسكوبش نتفرج في جديد قلت خلنا نغني حاجة قديمة كتبتها سيتي انسبيغي من محمود درويش اللي يقول علي هذه الأرض ما يستحق الحياة ومن جملة معتها الحاجات خوفوا التغاتي من الأغنيات وقتها أنا الغنية ذات كتبت 2008 حاسة ما تعرفتش بالقديم في تونس دونك وقتها حاسيت أنه اللاغم اللي عندي هي الأغنيات والألحان هي الكلمة زينا ضالب اقتلني نكتب غناية جراحني نغني حكاية زيدني من العذاب ما يدفي اشتايا يمطر الحان تشيح بكاية يهزك الزمان وهي بقاية يهزك الزمان وهي بقاة اه 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 اشتركوا في القناة اميل مثلوثي وراجعين اشتركوا في القناة 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 فتحت الجامعة اشتركوا في القناة 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 وبالنسبة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعدك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة